أعلن الفريق أسام ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس آمنة وستظل المرفق الملاحي الأهم عالميا وأكد ربيع أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة لم تتوقف بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بل تستمر جهود تطوير وفق استراتيجية متكاملة وخطوات متوازية جاء تصريحات رئيس هيئة قناة السويس تعليقا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية خلال تغطيتها لحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة إفورجيفن